هذا القناع مطلوب إعلان في شوارع أمريكا لعله يبطئ من تفشي الفيروس ومتحوراته وأمام مشهد انتشار أوميكرون المخيف في الولايات المتحدة كان لابد من التحرك فبدأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدرس تحديث إرشادات العقنعة وخرجت بأن كممات إن 95 هي الأشد حماية في ظل أرقام الإصابات التي بلغت وفق رويترز ما لا يقل عن مليون ومائة وثلاثين ألف إصابة أي أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم أصحاب هذه السيارات استجابوا للنصيحة واستفوا في هذه الطوابير للحصول على كممات إن 95 مجانا في محاولة لوقف تفشي المتحور الجديد أوميكرون كنت قادما للتولي الحصول على الأقنعة لا يمكنني العثور على أي منها حسنا إن 95 إنها باهظة الثمن فقط وسيستغرق الحصول عليها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لذلك أنا موجود هنا خطوة قد تساهم في حماية المواطنين وربما تعكس نفسها إجابا على النظام الصحي الأمريكي الذي يواجه ضغطا قويا لدرجة امتناع مشافي بعض الولايات عن استقبال المصابين ممن تبلغ أعمارهم أقل من 60 عاما وممن ليس لديهم تاريخ طبي خطير أعتقد أنها فكرة جيدة خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى المتاجر أو عند وصولهم إلى المتجر تكون قد نفذت وتظهر بيانات نشرتها رويترز أن مرض كورونا يقيمون في المستشفى لفترة أطول من أي وقت مضى منذ يوليو 2020 بمتوسط يفوق 20 يوما لكل مريض حنان المصري العربية